من داخل مزرعة الأستاذ أحمد طبعا حضراتكم شفتوا الحمام اللحم الفرنسي اللي هو بختم الشركة الفرنسية في أسئلة تسألت كتير عن الفقاسة وإزاي هو بيحضن البيض في ناس عايزة تعرف تفاصيل أكتر فمعنا الأستاذ أحمد هو طبعا نهاردة كل ده أول يوم رمضان ومعنا الفقاسة هو هيكلمنا عن كل الأسئلة اللي جات في التعليقات كل سنة وحضراتك طيبة أستاذ أحمد وحضرات المشاهدين كل سنة وحضراتك طيبة طيب اللي هم يعملوا لايك قبل ما نبدأ الفيديو ومشاركة إن شاء الله عشان الفيديو صلى أكثر عدد وأكثر ناس يستفاد والحمد لله الحمام يتبع أستاذ أحمد الحمد لله تم البيع الحمد لله الناس صبعا شافت الفيديو يعني عشان برضو الناس لو حد عايز برضو يبقى الناس عارفة يعني إن شاء الله الحمام يتبع وفي معادل السلام يوم لاتنين إذا جد جديد نبقى نعرفكم إن شاء الله إن شاء الله فيديو جيد بيزني دا دي لسه حاجة حصرية إن شاء الله لأي مبتلق بس طبعا يكون قريب مننا يعني إحنا من دميهات يكون قريب مننا فهيبقى طبعا موجود فيه بيض وفيه زغليل لسه طبعا لبقى أو حاجة زيك اللي عنده حضار ويقدر يحضن البيض بقى أو يحضن الزغليل دي يشرفنا وياخد له قاعدة إن شاء الله بيزني دا طبعا أيها الموجود فيها وحتى كمان هو لسه فيه زغليل طالع إيه اهو اه جماعة الزوجون طالع من الفقاسة اهو لسه هدور على أهالي أحضرهم تحتهم اهو طبعا هو الأستاذ أحمد بيحطوا بالقشرة علشان يهيه والبيضة الثانية هي لسه بكونوا رأيه هنزلتها بس من فوق عشان الزوجون بيقع من المكان دا كونه اه طبعا عايزين حضرتك تكلمنا من وقت ما بتحط البيض في الفقاسة لحد ما عود الفقاسة من أول يوم أنا بجيب البيض بحطه في الفقاسة بيقعد زيه زي البيض اللي تحت الحمام سبعتاشر يوم تمنتاشر يوم تسعتاشر يوم على حسب ما ربنا بيكرم وبيفس هم بعمل ايه بهم واخد الزوجلينز يعني ده مثل الزوجل اللي طلع ده ههم واخده مدور على أي جوز بيضهم غامض أنا طبعا ما بكتبش فيه ناس بتسجب اه اه في البضيوم ايه حقيقي أنا بهم جايب البيض طالما البضيق عدى عشرة ايام او من عشرة ايام مطالعة تمام وقدموا بقى يوم يفتس وقدموا يومين وقدموا يا تلاتة مش هتفت ما بتشغلش بالك بالموضوع بهم جايب البيض وحطه في الفقاسة وهم جايب الزغنوليت او الثلاث زغليل كمان او بحطوا تلاتة اه او الثلاث زغليل بالقشر بتاعهم وهم خطوا تحت الجوز عشان ادحك عليهم ان الحمام تحتوكو فقاس والاشر بتاعه فبياخدوا الاشر يرموه او بيأزازوه ويشوفوا الزغليل تتحرك تحتهم يبدأ يلبن اه على اسس ان هم يتوهمهم ان بيضهم هو اللي فقاس مش هو ما يحسوش انه تبدل تلبن شرط ان الحمام يكون حنين وطبعا الحمام اللاحن ما يكون الحمام حنين طبعا الشرط التاني كمان البيض يكون عدى عليها العشرة ديام او 8 ديام لديها الحمام بيبدأ تلبين بعد ما يبيض ب8 ديام يبدأ يلبن يعني يكون اللبن يبدأ يتكون في الحوصالة عنده من عمر البيض 8 ديام يبدأ يلبن فانت ما هتحطوله الزغليل هتحرك تحته هيحفز التلبين اكثر هيبدأ يلبن الحمام انا لسه هجربها التكادي وانا لسه حطت الزغليل يوم تحت واخد البيض نروح نشوف الزغليل فعلا انا صورت نفس المكان اولا من انت نصور نما شدت القفص كده ايوا دي الزغليل فعلا انا صورتها دول انا حطتهم من الفقاسة واخد البيض من تحت الاهالي اهو ان شاء الله كان يوم ما صورنا كانوا لسه فقاسين انا قلت يوم يوم اثنين اه حضرتك قلتلي من اول انبارا اه يعني ده عمر الوقت كده اسبوع مسلا ده مسلا اسبوع اه عرفت ان حضرتك بتحط البيض اه في اوقات مختلفة اه وانا عرف ان الفقاسة الوتوماتيك بتقلب البيض وان المفروض اه كل ناس عارفة كده ان اول تلات ايام دي المعلومة اللي هستقيعة عند الناس ان اول تلات ايام البيض ما بيتقلبش واخر تلات ايام البيض ما بيتقلبش انت بتحط البيض في اوقات مختلفة اما يبقى اكيدا البيض متقلب كله باوقات مختلفة احنا هنتكلم بالبدGHAN انت عدت جوز حمام باطه اول يوم فيه حمامة بيتنام على اول بيضة وفيه حمامة بيتنامش صح؟ انحنا هنرفض للحمامة نميتش البيضة التانية بيتنام على البيضة هل الحمامة اليما بيتنام على البيضة البيضة ده ما بيتتقلب نميت على البطين هو لسه ده لسه بيضة التانية الديلوات وأمت9 ع supports ده يعتبر اول يوم هو يبدأ اول يوم هو يبدأ اول يوم هو يبدأ اول هل الحمامة وهي نايمة على البيض ما قلبتش البيض اه مش عارف والله اه مش عارف هي نايمة كده هي تمام وهي بتلف كده الناحية التانية كل شوية بتلف اه وهي بتقوم والذكر بيرخد صحيح القامت تاكل ودخل التاني هتجيب البيض بمنقرة هتجيبه تحتها مزبوط مزبوط المعلومة دي جت لهم منين معرفش هي موجودة كده لو بحثت على النت هتلاقيها منتشرة احنا بنصحح لكم وبنقول لكم تجربة شخصية للأستاذ احمد احنا مش بنقول الكلام اللي هو في الكتب احنا بنقول التجربة العلمية هو بالعقل وبالمنطق اهو الحمامة نامت على البيض وهي بتقوم وبترجع والذكر بيقوم وبيرجع البيضة ما بيقلبهش بيقلبه في اخر ثلاث ايام يقول لك اخر ثلاث ايام ما تقلبش البيض احنا بنحاول لأستاذ احمد ان يقول كل اسئلة الناس اللي هي بتحول تسأل اسئلة ولو هي المعلومة تصحي حتى المصطفى يقولوا ان البيض بتقلبش اول ثلاث ايام واخر ثلاث ايام ما كانش الزال اللي فقست بالزبط ما هو دال اللي انا هدفعت نظري بالزبط بالزبط انت بتحط بيض في اي وقت انا بنحت لك الفرقاسة صحيح بيضة نقرة فوق قلت لك انا هننزلها تحت عشان الزالون ايه كاتب على البيض ايام 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 شفيه تواريخ ايام العلي اللي هم حيب علشان برضو الناس تعرف ان هو البيض مش محطوط في اوقات ايه وقت واحد شوف اخمقت دي بازت ايام دي هم كانوا حطينها بايزة محمد ابن كاتب عليها تلاثتاشرة تلاثة تمام ايام اوقات البيض مختلفة يا جماعة يبقى دي ايه خلوسنا منها طيب ضبط درجة الحرارة اه دي دي لها فيديو انا كنت جبت فيديو من على نيتيوب برضو عشان نكون صريحة من انا مش خبرة كميرة او في ضبط درجة الحرارة جبت فيديو من على نيتيوب تبع الشركة اللي هي البيتي او الشركة اللي هي المصنعة للمكنا دي انا نسيت اسمها والله الشركة ريه مصرية او اتسازة مصرية موجودة في اسكيندرية احنا بنقول برضو للي ايه يا حبي برضو هيشتيحة هنا حتى ايه حطط لك هنا مجة الفأس مجة التفريخ الرطوبة ايه لكل صنفة رطوبة التفريخ حرارة الفأس حرارة التفريخ دجاج رومي بط بط مسكوفي سمان السمان طبعا هو زي الحمام بالزبط هي لها برامج بقى انت بتجيب البرنامج بتاع الصنف نفسه وتضبط عليه يعني ده المفروض طبط على السمان درجة الحرارات بقى سبعة وتلاتين ونصف والرطوبة من خمسة وستين لسبعة وستين تمام وبيقول لك كمان يعني هو بيقول لك كمان ايه تيجي الايام الفأس ترفع نسبة ما لازم ترفع نسبة الرطوبة اه طب بتزور المية واحنا عندنا الحمام بتحط الحمام المية يستحمى الحمام ما بيستحمى ينامع البيض البيض يشرب المية يبقى سهل على الزغلون ان هو يفك من البيضة انا برش البيض قبل الفأس او استوز احمد اه اه ملايق البيضة نقرة كلا زي ما حضرتك كرتان من شوية بحطها تحت الحنفية ناس مستغربة بتفك فعلا على طول بتفك على طول انا لا برفع درجة حرارة ولا برفع درجة الرطوبة ولا برش مية ولا بعمل اي حاجة بس هي فها مية هي فها مية اه طبعا بس انا ما برشش مية طب معلش نوري الناس المية اللي فيها مكانها فين عشان برضو ايه الناس تفهم ان البيض ينشف لوحده فين خزان وراه اه مفيش مية بينة جواها هيا الخزان بتاعها اه الخزان وراه اه اه مكاننا بيكمل ميناء كاين الجيركن اهو ايوه انا باملها مية وهنا فيه ريشة ونطور دي بتقلب كل شوية لما درجة الحرارة تحتاج اللي هي تقلب تقوم لفها والمية جوة ايه انا بصي كده قرب شوية كده ايه بلافتهاي لما الرطوبة قلت شوية لفتها ايه عشان ايه المية دي بتشرب المية المية تلف مع الحرارة اللي موجودة اللي بتاقي توزعها بلاستيك 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 ريش بلاستيك وهنا الشفطة هو بيوزع الرطوبة والحرارة جوه ايه جوه الفتها اه هو ده الرطوبة اللي هي زي الهاليم بيعملوها في الدول برة بيعملو الفتهاسات دي بقى بالعشر تلاف والخمساشر الف والعشر تلاف فيها حجام كبيرة برضو هنا في المفاريخ اللي هي بتاعتي الكاتاكيت انا بتكلم على الحمام الحمام كبيرة بياخدوا البيت كله خطوه في الفقاس يحط بيض بلاستيك ويكتب بقى على كل عين البيضة تباض مثلا يوم واحد ثلاثة عشان يضمن ان مفيش بيضة تتكسر تحت الاهالي ولا اي فاقد عايز يقلل الفاقد واهالي بتقوم من على البيض يبرد يحصل حاجة يقوم من على البيض هو مخسرش كتير كتب مثلا على البيضة بضي يوم واحد ثلاثة يجي يوم عشرة ثلاثة يجيب اربع زغليل اربع زغليل يجيب اربع زغليل بيقشرهم يحطهم تحت الاهال اربع هنا بيقولولنا ثلاثة ما ينفعش الناس لما بشوفوني بعمل ثلاثة يحطوا اربعة واللي عايز فيديوهات من دي احنا بنقول بس ايه الحاجات اللي الناس بتصغرب عليها انا شفته اتكلمت مع واحد صاحبي دكتور موجود انا في مصر وقلت له عليه مكانش بسد الغس عاملين هم اوضة اوضة زي مثلا العنبر ده كده متجلد من جوه بورق حراري ورق حراري وموجود جوه سخنات سخنات اللي هي زي الدفايات ايه 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 اعمل اوضة فقاسة وموجود مبخرة مبخرة دي دي بتطلع بخار عشان الرطوبة وموجود سلكات زي دي بس من غير ببانوا من غير وشاشة هورف بس موجود فيها الزغالين اللي بتطلع من فقاسة هيحطوا هنا ويأكلوها يا داوي او عمر يوم لغاية عمر اسبوع المفاجئة هنا في ايه بقى غاية عمر اسبوع ياخد الزغالين عمر اسبوع يحطهم في طبق كده البنت العاملة اللي موجودة تاخد الطبق مليان زغالين وقشر بيت يعني دول عمر اسبوع هو بس ياخدوا اشر بيت تم هي راحة تم راحة مع الدية ع الفقاسة تفهم الكلام ازاي تاخد الزغالين عمر اسبوع وتروح ع الفقاسة تلم قشر البيت اللي موجودة تحطوه في الطبق وتقوم راحة ماشية تبص على البيت اه دا عمر البيت لبس انا عطى العشر اكتئاب او اثناشر يوم تم واخد البيت ها قل Чبما تم واخد البيت الباطين البلاستيك وبطين البلاستيك وتم حط اربع ذغالين عمر اسبوع اربع ذغالين يا جماعة اربع ذغالين عمر اسبوع وكمان عمر اسبوع والله الاعظم كده عارف كده معنات كده استاذ احمد ايه؟ عارف العملة دي تاني انا فهمتو دلوقت ان هوا الاهالي هتأكلوهم تالبين من جديد يعني هما أكلوهم اسبوع يدوي لبا. ويرجع الاهالي هتأكلهم كمان اسبوع لبا. بالنسبة للبا ده السيد احمد انا دايما اقول للناس ان ما فيش زي تلبين الاهالي. ما فيش زي اللبا بتاع الاهالي طبعا. اه لكن احنا بنكون مضطرين. زي الام اللي بتردع والام اللي بتأكد بتردع لبن صناعي. انا زي ما بقول لهم ده التلبين زي لبن السرسوب بالنسبة لأي حاجة. اللي هو اللي في بداية الرضعة. الطفل بيطلع مناعته قوية. اللي بتردع صناعي الطفل ما بطلعش مناعته قوية. بطلع ضعيف. اه استاذ اسلام البحيري بيقول لوت علي بيقول طبعا بعد ما شاف الفيديو اللي هو بتقول لنا اتكلمني فعن الفقاسة. وطريقة اه تحضين الاستاذ احمد لها. اه لان استاذ احمد قال ان هو بينقل الزغليل الاهالي اه بيضين من عشرة لاتنشر يوم. والاستاذ اللي هو اسلام ابراهيم ده بيقول ان هو اه اللي عنده بيتأخر بعد الفقس كمان تلات ايام. اه بتواجهه المشكلة دي طبعا لان طبعا الاهالي فقست اه البيض بتاعها فقس بعد تمنتشر يوم. وتلاتة يبقى واحد وعشرين يوم. اه ازاي يعني هو زي ما يكون بيسأل يقول ازاي يعني بينقل اه من عشرة لاتنشر يوم الاهالي لسه بيضة من عشرة اتنشر يوم وبيحطوا لهم زغليل وبيتأكلها. اه طبعا التجربة دي بتاعة الاستاذ احمد وهو قدر يجاوب على نفس السؤال ده. دي مشكلة في الحمام نفسه. اه. دي مشكلة في الحمام نفسه. لكن لو اص لو اص واحد هو اللي بيعمل كده. اه. انصحه ان هو يخلف الاص ده. يجيب دكر شغال يديه النتاية ويجيب نتاية شغالة يديه للذكر. هتديه الخبرة ويتعلم منه. اولا هو بيسأل برضو ولا ده قلة خبرة. ما ايه اللي ممكن يكون. قلة خبرة في الحمام نفسه. اه. مع شغال. يعني نقول له اخلف الاص ده الدكر الانتاية التانية والنتاية الدكر تانية. اه طب لها علاج الحكاية ده هو بيسأل يعني الموضوع ده فيه علاجات. انا كنت سمعت اه البشمان سام حسين بيقول ان فيه حاجات بتدر التلبين ده زي ما فيه حاجات بتدر اللبن. هو التلبين عمره تمنت ايام من البيضة. اه. الحمامة نفسها بتبتأ تفرز اللبن. من تمنت ايام. يفرز داخل الحوائصيلة من عمر تمنت ايام. من تمنت ايام. اول وقت وصل لعمر واحد وعيشين يوم وما طلعش اللبن. اه. اه هي. اما مشكلة صحية في الحمامة نفسها. اه. مش ان هو بقى عايز اه مادة تفرزه اللبن. لا ايبقى مشكلة صحية في الحمامة. اه. او ايه اللي تخبرة من الحمامة? هي ده مع البدو خلاص بتستنى.